اهلا وسهلا فيكم مشاهدين الى اخر محطاتنا في هذا الصباح صادقت ما تسمى باللجنة الوزرية للتشريعات في حكومة الاحتلال بالاجماع في جرستها على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية بدورها اعتبرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ان المصادقة على هذا القانون تشريعا غير معلن لضم الاراضي الفلسطينية نتحدث عن هذا الموضوع وخطورته وبعد يفنا من داخل استوديو الاستاذ وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يسعد صباحك يسعد صباحك صباح جميعا مشاهدين اهلا وسهلا فيك يعني كنا نتحدث تحت الهواء عن مدى التمادي الحقيقة والتخبط لدى حكومة الاحتلال في القرارات والتشريعات التي توصدرها فيما يتعلق بهذا الموضوع تحتاجنا نتحدث ربما عن منع رفع الاذان فيما يتعلق بموضوع شرعات البواري الاستيطانية الى اي مدى بالفعل نتحدث عن خطورة هذه الشرعية البواري الاستيطانية لضم مزيد من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية اولا اسمحي لي ان اتوجه لشعبنا الفلسطيني العظيم في ذكرى الاستقلال بالتحية والتقدير لكفاحه ونضاله الطويل والرحمة لشهدائنا وخاصة الشهيد يا سعرفات والحرية لأسرانا وان شاء الله على العهد باكون في مقاومتنا حتى انهاء الاحتلال بالنسبة لسؤالك اعود برة اخرى لأقول كما ذكرنا قبل قليل قبل ان يبدأ البرنامج ان التمادي الاسرائيلي في التطرف يعني بات يصل الى اكثر الى اكثر الحدود الى تمادي اكثر الحدود الممكنة التي لم يصل لها اي نظام عنصري فيما سبق هذه القوانين التي يتم تشريعها الان هي قوانين عنصرية اعتقد ان اسرائيل تتغنى دائما بالديمقراطية هنا ولكنها تتجه نحو اتخاذ او اصدرت قانون عنصري لكن هذا هو تمهيدا لمخططها في المسجد الاقصى رفع منع رفع الاذان هو تمهيدا لمخططها في السيطرة المسجد الاقصى تقسيم واقامة الهيكل مكانه هذا شيء لم يعد خافيا لم يعد سررا لذلك هذه العنصرية دينا في انتهاك حرية الافراد في الحقهم في ممارسة شاعرهم وعبادتهم لكن المسألة الاخطر على مستقبلنا كفلسطينيين هو هذا القانون العنصر الذي تم المصارك عليه بالاجماع داخل اللجنة الوزرية لشؤون التشريعات في حكومة الاحتلال والتي لها ابعاد على ثلاث مستويات المستوى الاول ان هذا انتهاك لحق الانسان حق التملك وهو اقدس حق منحه الله للانسان ومنحته القوانين الوضعية للانسان والقانون العائد الدولي الانساني لذلك عندما نتحدث عن نزع ملكية وليست لحالة محددة او لحالات انما ان نشرع قانونا لنزع الملكية من شعب اكمل اذا ما ارادت اسرائيل ذلك بلا رغبتهم ومنحها لمن يشاءوا هذا هو تكرار لوعد بالفور تقريبا من جديد انه ينتزع امنه هذا مخالف للقانون الاساسي الاسرائيلي مخالف للشريع اليهودية مخالف لكافة القوانين التي وضعها الانسان مخالف لمثاك روما الذي على اساس تقوم حكومة الجنات وهو جريمة حرب مخالف للقانون الدولي الانساني والتفاقيات جينيب فما الذي يدفع اسرائيل نحو هذه الزاوية المظلمة هو بالتأكيد ثقافة وتطرف هذه الدولة وتطرف الصهيونية يكشف حقيقتها ويكشفها بشكل واضح وحقيقي للناس الجانب الاخر في خطورة هذا القانون انه يشرع الـ 119 بقرة استيطانية يسمح او يبيح او اباحة وقننة وشرع اقدام المستوطنين على السيطرة عادة الفلسطين الخاصة والبناء فيها دون اذن واستخدام السلاح والقوة لفرض وجودهم فيها والبناء ثم منحهم بذلك هذه الارض ترخيصا وقال لمن يريد ان يعترض ليثبت ملكيته بذلك وعندما يثبت ملكيته سنفكر فيه تعويض وهذه مسألة حتى نحن نرفض من الاساس مبدأ تعويض ولكن حتى بهذه الطريقة هو لمن يثبت ملكيته بذلك ونحن نعلم قانون املاك الغائب وغير ذلك لذلك هو شرع 119 بقرة ثم جاء ليشرع عشرات الاحياء السكنية التي اقيمت في محيط المستوطنات في كل الاراضي الفلسطينية خارج الحدود المخططة العيكالية هذه البؤر والمسألة الثالثة في هذا الموضوع انه لم يشرع ما سبق بل انه يؤسس لاعتبار انه ممكن ان يتم تكرار ذلك في اي لحظة بمعنى انه لم يعد شيئا له حصانة في ممتلكات الفلسطينية على الاطلاق انه يمكن في اي لحظة ان يأتوا ليقولوا هذا نحتاج نريده ويسيطروا عليه ويمنحوه لشخصا اخر ليس بغرض الاستملاك للمصلحة العامة نحن ندرك ان هناك قانون استملاك في كل دول العالم يستمل استخدام هذا القانون للاستملاك للمصلحة العامة اما ان يستملك من شخص ليمنح لشخصا اخر فهذه هي الجريمة الكبرى التي تعتبر جريمة لكن البعد الثالث الاخطر كما ذكرت انت في سؤالك وهو ان مبدأ التشريع في الاراضي الفلسطينية المحتلة كون انها تحت الاحتلال هو حسب القانون الدولي هو لقائد الجيش الاحتلال وهو صدر في الامر العسكري الاسرائيلي رقم 2 عام 67 الذي يمنح قائد جيش الاحتلال صلاحية التشريع في الاراضي المحتلة الواقع تحت الاحتلال لكن ان ينقل صلاحية التشريع من القائد جيش الاحتلال الى حكومة الاحتلال الى الكنيسة الى برلمان الدولة المحتلة فهذا ضم للاراضي الفلسطينية بشكل غير معلن هذه اول مرة يصدر فيها الكنيسة تشريعا في الاراضي الفلسطينية ليسوا بحاجة الكنيسة لكي يصدر قانون في هذا المجال القائد جيش الاحتلال بقوته بقوة الاحتلال ليستطيع أن يصدر أمرا عسكريا لذلك لكن الذهاب إلى أن يصدر البرلمان الإسرائيلي أو الكنيسة الإسرائيل لذلك بقانون صلاحية الكنيسة نافذة في حدود دولة إسرائيل وليس في الأرض الفلسطينية هذا ضم غير معلن وهذا له بعد سياسي كبير على مستقبل المفاوضات وعلى مستقبل حل السياسي وعلى اتفاق أسلو وأعتقد أنه وضع نهاية فعلية وواقعية للاتفاق السياسي بالفعل أستاذ وليد كل هذه الممارسات وكل هذه الإجراءات وكأن دولة الاحتلال تتصرخ بمفردها وهي تنحو مزيدا من التطرف بأنه لا تعين أي بالا للقوانين الدولية وحتى لهذه المبارسات العنصرية هي تقوم بوضع قوانين يعني تبتكي القوانين وتشترح قوانين جديدة من أجل أن تشرع عن هذه التصرفات العنصرية ألا تعتقد أنه أيضا خلو الساحة دعنا نقول من أي ضغوطات دولية ربما كمان يعني خلي انشغال سواء المنطقة الإقليمية والعالم أيضا بمشاكل ونزاعات وخلافات في منطقة الشرق الأوسط سمح لها بأن تتمادى بهذا الموضوع وأن في كل مرة تتفتق مزيد من هذه الأفكار العنصرية والتطرف حقيقة يعني حقيقة في هذا الموضوع بلا شك يعني أن اللي قال له ما أشوف فرعنك يا فرعون صحيح قال له ما ألقيت حدا يردني صحيح أولا لأنك السام الفلسطيني بكل تأكيد أي مواطن فلسطيني يفكر أو أي قائد فلسطيني يفكر ومستقبل بالمستقبل لناك فلسطينيين يجب عليها أن يعمل بكل ما استطاع من أجل التحقيق الوحدة لذلك نستمع لستيادة الرئيس دائما وهو يقول أنه مستعد الآن لتطبيق أي اتفاق بضمان الآن وأن نذهب إلى الانتخابات يعني مباشرة ليتقرر توحيد الشعب الفلسطيني تحت قيادة واحدة هذه مسألة استراتيجية هذا أولا هذا السبب الأساسي في كل ما يحدث الانقسام الفلسطيني ويجب أن نمتقد أنفسنا بقوة أننا نحن الفلسطينيين سويا رئيسيا في ذلك السبب الثاني هذا الانهيار العربي والغياب العربي عن القرار الدولي وعن الحالة السياسية وعن كل المستويات المؤثرة الآن العالم يأخذ بالحسبان رأي إيران بعشرات الأضعاف كوزن عن رأي الدول العربية المجتمع يأخذ برأي تركيا يأخذ برأي إثيوبيا أكثر بما يأخذ برأي مصر والدول العربية الأخرى لأننا ببساطة الآن أصبحنا نحن في حالة صدام ذاتي ليس بين أجنحة الدول العربية المختلفة ولكن أيضا في كل دولة العربية هناك صراعات هذه الحروب والفتن الداخلية والطائفية وغير الطائفية يجب أن تنتهي إذا أرادت الأمة العربية والإسلام أن تصحوا من جديد وأن يكون لها مكانا تحت الشمس تستطيع فيها أن تكون كلمة وأن تكون موقفها ورأيها نحن الآن نتمنى أن يصدر موقف فلسطين أنت لا تدرك كم نعاني في اللجنة الرباعية من أجل أن نتوجه إلى مجلس الأمن وأن ندعم مقارن فلسطين لتتوجه إلى مجلس الأمن تم تأخير هذا الموضوع لعدة أشهر لانتهاء الانتخابات الأمريكية لأن نريد أن نذهب بقرار لمجلس الأمن هذا السابق الثاني أما السابق الثالث فهو ذلك النفاق الدولي الكبير واستخدام المعايير المتعددة معيار غزو ليبيا وغزو العراق وغزو أفغانستان وغزو السوريا كلها مسائل لا تحتاج إلى الكثير من النقاش لكي يتم اتخاذها ولكن عندما يأتي الموضوع اللي يتحدث عن مسألة ظلم الدولة صنيعة الغرب مثل الاحتلال الإسرائيلي أو دولة إسرائيل نتخذ مئات القرارات ولا يتم تنفيذ أي شيء الدولة التي تشعر أنها فوق العقاب وفوق القانون تفعل ما تشاء ولذلك قال المثل قديما من أمن العقاب الأدب هو أمنة العقاب هي لم تسيء الأدب هي تواقحت إلى درجة كبيرة جدا وهي تقوم الآن بترتكب جرائم حرب ولا تجد من يردعها لذلك أنا أعتقد ماذا علينا نحن كفلسطين أن نفعل وأن نعمل لكي على الأقل أن نواجه ذلك بألية منظمة نعم أولا أعتقد أننا يجب أن ننهي الانكسام وثانيا يجب أن نذهبون إلى مؤتمر فتح السابق وأعتقد أن حركة فتح كانت عاموري الفقري للثورة الفلسطينية والحركة السياسية الفلسطينية في العصر الحديث هذه الحركة عليها عبئ كبير جدا وعليها مهمة تاريخية جدا لم تنتهي بعد وظهور كافة الفصائل من اليمين واليسار ومن التيارات الدينية ومن التيارات قومية والدولية والاشتراكية والدولية وغير ذلك لم يستطع أن يعبئ الفراغ الذي تتركه حركة فتح عندما تتراجع قليلا حركة فتح تراجعت في فترة ما لأسباب تآمر دولي وداخلي وحتى تآمر مشاكل داخلي داخل الفتح وبسبب الانكسام وبسبب استضامة المشروع السياسي الذي داخلت فيه فتح في مشروع السلام بهذه العنجهية الإسرائيلية وتخلي العالم والعرب عن هذه المسئولية فهناك أزمة أعتقد أن على حركة فتح في مؤتمرها السابع أن تنهض من جديد أولا يجب عليها أن تجب ما حدث في المؤتمر السادس وأن تكفز عن مخرجات المؤتمر السادس التي تركتنا في هذا الوضع الصعب وأن تخرج بقيادة قوية وببرنامج له محتوى نضالي ووطني نحن لسنا حركة سلطة ولسنا حزب سلطة ومن يعتقد أننا كذلك هو مختل إلى أبعد الحدود نحن حركة تحرر وطني ونحن مشروع نضالي لإنهاء الاحتلال ومهمتنا الأساسية ليست تشكيل حكومة في الضفة وغزة مهمتنا الأساسية هي إنهاء الاحتلال وأعتقد ما لم يكن في برنامج حركة فتحه وفي مخرجاته محتوى للمضمون الكفاحي والنضالي ضد الاحتلال سواء بالمقاومة الشعبية أو بالمقاطعة مقاطعة الاحتلال منتجاته أو مقاطعة خارجية والضغط على إسرائيل إسرائيل أمعنا في كل شيء وعلينا أن نحاصرها يجب العمل الآن على رفع الشرعية عن هذه الدولة الماركة في العالم يجب دعم حركات المقاطعة في كل دول العالم وتبنيها يجب تبني المقاومة الشعبية على نطاق واسع وليس كما هو يحدث الآن كنماذج هنا وهناك ويجب الخروج بكيادة قوية قادرة على حمل هذه البرامج ويجب توحيد الساحر الفلسطينية غزة والضفة وعادة الوحدة السياسية الداخلية للفلسطين لأنه لم يعد هناك رهان على حل سياسي وأعتقد أن إذا لم تقدم حركة فتحة لذلك فهناك مشكلة هذا رسالة لمؤتمر فتح ونحن على الأبواب الرسالة الأخرى أن القيادة السياسية في هذا الموضوع ذاهبة لمجلس الأمن تبطأت قليلا الحركة في هذا الاتجاه بسبب الفرمالة العربية وأنا أتحدث وضع أعتقد أنه آن الأوان بعد هذه القوانين الجديدة أن يكون التحرك نحو مجلس الأمن أكثر جدوى وأكثر سرعة وأكثر حشد له لأنه لم يعد هناك مجال لترك الأمور كما هي والموضوع الخامس في موضوع محكمة الجنيات الدولية وهذه هي الأسلحة التي بأيدينا الآن أعتقد أن يجب أن لا نترك سلاحاً في أيدينا إلا ونستخدمه الآن محكمة الجنيات هي أحد الأسلحة المهمة جداً التي يمكن أن ندافع بها عن أنفسنا وأنا أقول بوضوح أن ندافع بها عن أنفسنا وعن حقوقنا التاريخية وعن حقنا في رفض الاستيطان وفي محاكمة مجرمي الحرب نجب أن ننتقل نقرة نوعية فيها علاقتنا في المحكمة الجنائية من فكرة ترك التحقيق الأولي ترك المحكمة تعمل بالتحقيق الأولي مضى إلى سنتين في هذا الإطار لم تتقدم كثيراً علينا أن نتوجه إلى الإحالة المباشرة لقضية الاستيطان إلى المحكمة وأن نسرع في اتخاذ القرار نعم أستاذ وليد لقد أجبت على معظم الأسئلة لكن فيها تعلق بـ دعنا نقول يعني حدثنا عن الجانب الرسمي والمهمات والمطلوب من مؤتمر فتح لكن على مستوى الشعبي أستاذ وليد يعني كيف تقيم أيضاً تحرك الشارع الفلسطيني دعنا نقول مبادرات حتى التوجه ومساءلة القيادات يعني على كل ما يجري نعم وكلمة أخيراً بفضلك عشان تلعى وقتنا بهذا بترشو بلح على الجرح أو بتفرقي فيه كيف أنا بقول لك بشكل واضح الجماهير تحتاج إلى قيادة لتقودها لن تخرج الجماهير للشارع إلا إذا كان هناك قيادة تقودها عشان هيك بقول لك أنا المؤتمر السابع لحركة فتح إذا انتخب قيادة ميدانية قادرة على التأثير في الشارع وعلى قيادته في المقاومة الشعبية وفي المقاطعة وفي كل التحركات الضرورية أعتقد أننا يمكن أن نؤثر وأن نفرمل في هذا الحركة الحكومة الفلسطينية تعزيز صمود المواطنين الفلسطينين في مواجهة عمليات الاقتلاع وصمود سارة الأراضي وهدم ومحاولات التهجير أيضاً يجب أن يكون لها في برنامجها أكثر متسع أو أكثر تخصيص من الموازن نحن نتحدث عن برامج نظرية لا لحركة فتح والحكومة لا يكفي برنامج نظري لدينا في برنامج الحركي في المؤتمر السادس ما يكفي لنستخدمه الآن ولكن حتى البرنامج النظري وحده لا يمكن أن يحقق شيء الطروحات استمعي لقاعدة الأحزاب الفلسطينية والكوى السياسية والفصائل سيعجبك كلامهم تنامينة مطمئنة أن الشعب الفلسطيني سيحقق استقلاله في الذكرى القادمة أنا أعتقد ما لم يخرج الفلسطينيين قيارة الفصائل بأكملها لتقود الشارع الفلسطيني في مواجهة حقيقية لوقف هذا المشروع الاستيطاني لن نجد ما نتحدث عنه بعد قليل في أي شيء مع أي أحد سوى مسألة واحدة وهي بقاء وهي التفوق الديمغرافة الفلسطينية الذي لن يستطيع وحده أن يحقق التكافؤ الاستراتيجي أو التوازن الاستراتيجي مع هذا العدوان الإسرائيلي المستمر يوما بعد يوم أعتقد أن هذه رسالة لكل الأحزاب الفلسطينية ولا أنا أتحدث عن نفسي كحركة فتح ولكن أعتقد أيضا أن باك الفصائل عليها دور مهم بدلا من الوقوف للعن الشموع ولعن الظلام وغير ذلك عليها أن تأتي للشارع وتشاركنا في عملية التصديل المشروع الاستعمالي أيضا حركة حماس بدلا أن تبقى تتحدث عن دولة في غزة أو تتحدث عن ميناء وكذا كل هذه الأشياء يمكن أن تتحقق فك الحصار يمكن أن تتحقق بالوحدة الوطنية فقط إذا أرارت أن تذهب بشكل مباشر إلى إنهاء الحصار بالوحدة الوطنية يمكن أن تتحقق ذلك عليها أن تأتي لتنخلط مع الكل الفلسطيني مع منظمة التحرير ومع باك الفصائل في مشروع وحدوي لمكافحة الاستيطان والاحتلال ومكافحة هذا التغول الإسرائيلي بالفعل أستاذ وليدي قضايا شائكة جدا ربما تحتاج إلى مزيد من الوقت لكن للأسف انتهى وقتنا انتهت حلقتنا كل الشكر لوجودك معنا في هذا الصباح ونتمنى بالفعل أنه يكون المستقبل أفضل إن شاء الله إن شاء الله أهلا وسهلا فيك دائما تحية لصعبنا في ذكرى الاستقلال إن شاء الله في العوام القادمة نكون قد اقتربنا أكثر أو تحرمنا بالفعل كل الشكر لوجودك معنا وشاهدينا أكيد كل الشكر لكم على المتابعة أكيد كل الشكر لضيفة يرافقونا اليوم من يوم فريق العمل أجمل التحيات وأكيد نحكي لكم كل عام وأنتم إلى الاستقلال الأقرب ترجمة نانسي قنقر